اشتركوا في القناة قد نصب في منصبه يومه الخبيث 8 ربيع 2.444 موافق لا تهنوان في 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة جلسات عمومية لمحكمة استناف بأسف بعد تجديد ثقة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده بإعادة تعيينه بنفس المهام على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستناف بأسف هذا التعيين وهذه التقة المولوية بقدر ما هي تشريف للمسؤول فهي أيضا تعتبر تكليفا يلقي بمسؤولية جسيمة على هذا الأخير بحيث يتعين عليه بدل مجهودات جبارة في سبيل إحقاق الحق وسيادة القانون وإنفاذ القانون في هذه المنطقة وتقريب القضاء من المتقاضين وهو الهاجس الذي نتوقع إليه جميعا وهو الهاجس أيضا الذي نص عليه صاحب جلالة نصره الله في العديد من الخطاب سأعملوا على الصهر على احترام القوانين تنفيذ التعليمات الرؤساء دينا المضمنة بالمناشر والدوريات تحقيق العدالة يقتضي أن ترجع الحقوق إلى أصحابها وكذلك الضرب على أيدي المعتادين يجب أن يستحضر خطورة الفعل وخطورة الفاعل والظروف المحيطة بكل قضية يعني مجالة الاشتغال متنوعة مع الضابطة القضائية الرئاسة الأولى لمحكمة السيناف وكذلك السادة كتاب الضارت السادة الموظف وكتابة النيابة العامة السادة المحامون السادة المفوضين القضائيون السادة العدول إذن الغاية كما قلنا هي نسج وحد العلاقة يطبعها القانون ويطبعها الاحترام كلهم يعني فاعلون في الإنتاج ديال العدلة عدلة ناجعة عدلة فعالة عدلة تراعي ما ذكرناه وتوصل الحقوق إلى أصحابها أطلب من الله عز وجل أن يساعدني في السداد وفي التوفيق لما فيه المصلحة هذه المواطن هذه المنطقة والمواطنين عموما وكذلك في ما يرضي صاحب الجلالة وما يرضي الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يوفقنا أخذبه صادق هذا البلد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هس بيس